ثم قال رحمه الله رازق بلا مؤونة وهذا من جملة ما وصف الله تعالى به نفسه فإنه ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحه إلا الله تعالى قد تكفل برزقه قال تعالى سبحانه وبحمده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد قال جل في علاه بعد ذكر خلق الجن والإنس إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فقوله رحمه الله رازق أي أنه هو المتفضل بالعطاء الذي يسوق النعمة لعباده وما يرزقه جل وعلا عباده نوعان النوع الأول رزق القلوب وذلك بالعلم والإيمان والثاني رزق الأبدان وذلك بالقوة والأموال وبهما تقوم مصالح الخلق فالخلق لا غنى بهم عن واحد من هذين الرزقين رزق القلوب بالهداية والإيمان ورزق الأبدان بالقوة والأموال فبهما يصلح المعاش والمعاد وقوله رحمه الله رازق بلمؤونة هذا خبر عن وصف من أوصافه جل في علاه وقد ذكر الله تعالى لهذه الصفة اسمين في كتابه فجاء الرزاق على صيغة المبالغة كما في قوله تعالى إن الله هو الرزاق والرزاق هنا الذي يعطي عطاء كثيرا فلكثرة ما يرزقه ولتنوع ما يرزقه سمي بهذا الاسم جل في علاه وجاء بصيغة ثانية وهي الرازق وهما ذكره رحمه الله هنا حيث قال رازق بلمؤونة وقد جاء ذلك في بعض القراءات ففي قراءة المسعود أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرازق ذو القوة المتين وهي خلاف القراءات المشهورة والمقصود وجاء أيضا في الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن والمسند في حديث التسعير قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ثم قال رحمه الله بلا مؤونة أي من غير مشقة فقول بلا مؤونة أي أن الله تعالى رازق كل خلقه من غير كلفة ولا مشقة ولعنى على كثرة الخلق وتنوع حاجاتهم واختلاف لغاتهم فإن الله تعالى يرزق الجميع في السماء وفي الأرض وفي البر وفي البحر على وجه لا يضيع به أحد وما من دابة إلا على الله رزقها وقد جاء في صحيح من مسلم من حديث بذر في الحديث الإلهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وهنا جمع نوعي الرزق رزق الأبدان بالطعام والكساء ورزق القلب بالهداية وهذا دال على ما ذكر المسنف رحمه الله من أنه رازق بلا مؤونة أي من غير كلفة ويؤكد هذا الحديث نفسه حيث قال فيه النبي يسأل الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر قوله رحمه الله مميت بلا مخافة أي أن من صفات الله تعالى أنه يميت خلقه من غير خوف أي ليس الحامل له على الإماتة الخوف والموت ضد الحياة وهذا من كمال قدرة الله تعالى أن يخلق الشيء وضده كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عبلا فهو جل وعلا المحيي المميت كما قال سبحانه لا إله إلا هو يحيي ويميت وكما قال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وكما قال وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم والآيات في هذا كثيرة ولم يرد فيما ثبت من أسماء الله تعالى اسمه المميت فليس من أسمائه لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة وإنما جاء ذكره في حديث أبي هريرة الذي ورد فيه عد الأسماء وهو حديث معلول لا يصح عند عامة أهل الحديث وقوله رحمه الله مميت بلا مخافة لم يذكر ما يميت ما الذي يميته وهذا حكم شامل لكل الخلق فكل الخلق يموت فإن الله قضى بالموت على كل حي كل نفس ذائقة الموت وهذا شامل لجميع نفوس الخلائق من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من خلق الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه الإماتة ليست عن خوف بل هي لكمال قدرته وتمام غناء فلا يخاف ضررا من بقائهم فيميتهم ولا يخاف ضررا من موتهم فيفتقر إليهم بل ذلك لكمال غناء خلافا لما عليه حال ملوك الأرض من أنهم يميتون من يخافون منه ويبقون من يرجون نفعه ثم قال رحمه الله باعث بلا مشقة قوله رحمه الله باعث بعد أن ذكر الإماتة ذكر البعث فقال باعث بلا مشقة أي أن من صفاته تعالى أنه يبعث الخلق بعد موتهم والمراد بالبعث هنا الإحياء بعد الإماتة وهذا عام لكل ما فيه روح دليل ذلك دليل عموم البعث لكل ما فيه روح قوله تعالى والموتى يبعثهم الله وجه العموم هنا أن الألف واللام للاستغراق فكل جنس ميت يبعثه الله تعالى والموتى يبعثهم الله وقال تعالى وأن الله يبعث من في القبور وقال يوم يبعثهم جميعا وقال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فالآيات في هذا كثير التي تدل على بعث الله تعالى وإحيائه للموتى وهذا لا ينكره من فتح الله بصيرة فشاهد دلائل البعث بعد الموت في خلق الله تعالى وخبره فإن الآيات الدالة على ذلك كثيرا وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة فقط خمسة أنثلة تدل على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت في سورة البقرة وحدها وإنما نوع الله تعالى الأمثلة في القرآن وحشد الأدلة الدالة على قدرته على البعث لأن المشركين منهم من كان ينكروا البعث ويقول إن هي لحياة للدنيا نموت ونحيا وما نحن من مبعوثين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت المقصود أن من صفاته تعالى أنه باعث وهذا البعث لخلقه بعد إماتتهم لا مشقة فيه لا عناء لا تعب بل كل ذلك على الله يسير كما قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فأخبر الله تعالى أن ذلك يسير وهذا دليل ما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله مميت بلا مشقة وقال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وقال تعالى إن نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير فكل هذه الأدلة دال على أن البعث بعد الموت يسير على الله تعالى فالأمر عليه لا مشقة فيه بل إعادة الأنفس كلها والأموات كلهم كنفس واحدة كما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وكما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو عليه هي جل في عنا كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه فكل هذه الأدلة والنصوص دال على أنه باعث بلا مشقة وهذا البعث كما ذكر عام لكل الخلق لقوله تعالى والموت لباثم الله وكذلك قوله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ها ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون فما من دابة كل ما في الأرض مما يدب عليها وما يطير في السماء من سائر المخلوقات كلها تحشر إليه وترجع إليه جل وعلا هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة بعث بلا مشقة كلها مما يتصل بتقرير توحيد الربوبية فإن توحيد الربوبية دائر على أن الله هو المالك الرازق الخالق المدبر ومن تدبيره الإحياء والإماتة جل في علا فقوله خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة ومميت بلا حاجة بعث بلا مشقة كل ذلك لتقرير توحيد الربوبية فيكون ما ذكر المصنف رحمه الله في أول هذه العقيدة هو تقرير لهذه الأنواع الثلاثة التي تقدم الحديث عنها في قول نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شرك له في إلهيته ولا في ربوبية ولا في أسماء وصفاته ثم ذكر جملة مما يتصل بالأسماء وصفات فقال لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ثم عاد إلى توحيد الإلهية فقال لا إله غيره ثم عاد إلى توحيد الأسماء وصفات فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام ثم قال وأيضا من الأسماء وصفات حي لا يموت قيوم لا ينام بعد ذلك عاد إلى توحيد الربوبية فقال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة فيكون هذا الذي ذكره في المقدمة تقرير للأنواع الثلاثة التي يدور عليها التوحيد بأنواعه توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وصفات ثم عاد إلى تقرير ما يتصل بالأسماء وصفات فقال ما زال بصفاته قديما الآن أذن طيب نقف على قولي ما زال بصفاته قديما هذه جملة مستقلة نجعلها إن شاء الله للدفس القادم والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر